ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة القديس جورجيوس في بلدة الحصن بمناسبة تكريس هذه الكنيسة وانتهاء ترميمها وتجديدها حيث قام سيادته بتلاوة الأفاشين الخاصة ورشها بالمياه المقدسة وفي نهاية الخدمة شكر سيادته الرئيس الروحي لمحافظة إربد الإرشمندريت أثاناسيوس قاقيش والأيكونام السمعان خور راعي الكنيسة ولجنتها على الجهود التي بذلوها في سبيل ترميمها وصيانتها وفي الختام رفع سيادته الصلاة عن راحة نفس مغموط الذكر الإرشمندريت في لوثيوس الذي رقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية